تقارير متعددة أصدرتها منظمة العفو الدولية والعنوان واحد الاستيطان وجريمة حرب لا وجهة سياحة المنظمة وثقت في تقرير الوجهة الاحتلال كيفية تشجيع كبرى شركات السياحة على الانترنت Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهو ما دفع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلية للتهديد بحظر عمل المنظمة في الأراضي المحتلة إذ تستغل الحكومة الإسرائيلية قطاع السياحة المتنامية في المستوطنات كوسيلة لإطفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها فيما تتواطأ هذه الشركات مع هذا المخطط منظمة العفو الدولية أشارت إلى تعهد شركة Airbnb في نوفمبر 22 الماضي بحث في جميع الحجوزات من مستوطنات الضفة الغربية عقب تحقيقة أجرتها منظمة هيمارايتس ووتش إلا أن هذا التعهد لم يشمل القدس الشرقية المحتلة وقد توصلت المنظمة إلى أن هذه الشركات لا تكتفي بالتشجيع على السياحة فقط بل إنها تضلل زبائنها أيضاً عندما لا تشير إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل مستوطنات إسرائيلية وعلى سبيل المثال لا الحصر تريد منظمة العفو الدولية تفاصيل مستوطنة كفار أدوميم التي تقع على مسافة تبلغ أقل من كيلو مترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات الإسرائيلية أمراً وشيكاً مع ترحيل أهلها إلى أحد موقعين الأول يقع قرب مكب قمامة والثاني قرب محطة للصرف الصحي وما يزيد الأمر سوءاً هو استغلال هذه المناطق للترويج لثقافة مسرقة من الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر